خلينا بقى نستعرض ده مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة النهاردة التقس حيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة والتقس حيكون مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحيكون فيه أطربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في أسوام 28 درجة والأقل حتكون في كاترين 20 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصيب التفصيل بعد قليل لكن خلينا على طول نتحول للمرور ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل طبعا في بداية الأسبوع والنهاردة نقدر نقول أول أسبوع لبداية الدراسة في مختلف المدارس بمختلف أنواحها سواء كانت دولية أو مصرية فهنا هنشوف مع بعض النهاردة طبعا متوقع أن يكون فيه عندنا كسفات مرورية هنشوف مع بعض كسفات مرورية في ساعات الزروة السباحية هتبقى أعلى من المعدلات الطبيعية وعشان كده بننسح أي حد قبل ما يتحرك يحسب وقته كويس قوي علشان يتجنب التكدس والزحمة المرورية هنبتدي مع بعض من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش قدامنا اللي جاي من ميدان المؤسسة هنلاقي فيه كسفات مرورية بسيطة ولغاية ميدان التحرير أما بقى طريق الكورنيش اللي جاي من المعادي فهنلاقي كسفات بسيطة عند شارع الأسر العيني المتجه لميدان التحرير أيضا هنلاقي كمان عند شارع رمسيس وصولا للعباسية ومحور مدينة نصر وللمنصة لغاية ما بنوصل في شارع عباس العقاد والطيران كل ده هنلاقي فيه بعض الكسفات المرورية لكن هتكون كسفات متحركة لو بصينا على كبري أكتوبر للمتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس هنلاقي سيولة مرورية للمكمل أعلى الكبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية ومدينة نصر هنلاقي بعض الكسفات المرورية حركة السيارات في محور صلاح سالم للمتجه لنفق المرغاني هنلاقي فيه سيولة مرورية وصلنا الجيزة وحنشوف الجيزة أسحم من القاهرة وحنلاقي فيها كتير من التكادسات لأن احنا عارفين ان فيه كتير من الإصلاحات وكمان فيه كتير من التطوير وإنشاءات كتير في منطقة الجيزة علشان كده هنلاقي كسفات مرورية احنا عارفين مكانها هنشوف مع بعض نبتدي من منطقة مشعل هنلاقي كسفات مستمرة معنا والغاية شارع العشرين والطلبية وحنلاقي كسفات متحركة المتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق والغاية العشرين هنلاقي برضو كسفات عند محور صفت اللبن المتجه للدائري وصولا لشارع السودان هنلاقي برضو كسفات مرورية متحركة وطبعا بننصح ان عندنا محور بديل هو محور عرابي برضو هنلاقي في بعض الكسفات المرورية لكن هيكون أقل شوية هنلاقي كسفات تانية بسيطة بتظهر عند محيط مدان النهضة هناخدها لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة اللي طبيعي هنلاقي فيها كسفات مرورية نظرا لدخول الموظفين والطلاب نروح لمحافظة الأليوبية هنبص طبعا على الطريق الزراعي للي جاي من القاهرة احنا هنلاقي فيه سيولة مرورية هنلاقي طبعا بعض الكسفات اللي هتظهر أو بتظهر من حوالي ساعتين من عند مطلع الدائري من قبلها بحوالي 3 كيلومتر وبعدها هنلاقي كسفات لغاية مدان المؤسسة لو بصينا على الزراعي المتجه لبانها وقوسنا وطنطة هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة للمتجه لمحافظات الدلتة من خلال الطريق الدائري لو بصينا بقى على اللي جاي من اتجاه السلام وموقف العاشر لغاية منزل الطريق الزراعي برضو هنلاقي بعض الكسفات المرورية وعندنا طريق بديل هو طريق شبرى بنها الحر اللي جاي بقى من طريق شبرى بنها الحر ومتجه لمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بيفضل انه يستخدم محور العصار نروح بقى لأسوان اللي النهاردة هنلاقي فيها أحداث كتير جدا هنبتدي من مدان السادات وشارع كونيش النيل احنا متعودين انه بيشهد سيولة مرورية تامة بنلاقي بعض التمركز عند منطقة الفنادق لكن بعد التمركز ده ما بنعديه ما بنلاقيش أي مشاكل وبنلاقي سيولة مرورية تامة احنا علشان كده خلصنا مع بعض جولة مبدئية سواء في المرور أو في التقس حيكون عندنا أكتر من تحديث مروري على مدار الحلقة حنتكلم فيها أكتر وكمان حيكون عندنا نشرة للتقس بالتفصيل لكن خلينا على طول نروح لشازلي والجموانة نبتدي معاهم اتفضل يا شازلي وتفضل يا جموانة بنشكرك يا منا شكرا بزيانك